موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامج قراءات ومعاني نبدأ هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من سورة الأعراف من قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الآية الثامنة والخمسون الآية تمانية وخمسين من سورة الأعراف نقرأها بقراءة جمهور القراء ثم نقرأ بعد ذلك بقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون هكذا قرأ جمهور القراء والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أما ابن وردان عن أبي جعفر فإنه قرأ هكذا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لا يخرج إلا نكدا الجمهور قرأوا يخرج هكذا بالفتح والضم وابن وردان عن أبي جعفر قرأ هكذا بضم التحتية وكسر لا يخرج إلا نكدا على خلاف المشهور لدى القراء ولا يخرج هكذا لا يخرج إلا نكدا والنكدا هي قراءة الجمهور أيضا نكدا وهو العسر الممتنع من إعطاء الخير لا يخرج إلا نكدا يعني أن في بني آدم هناك طيب وخبيث فهذا النوع من البشر لا يخرج إلا ممتنعا من كل خير لا خير فيه مثلما هناك من النبات ما لا يخرج إلا نكدا أو نكدا طيب إذن هما قراءتان نكدا ونكدا كلا القراءتين دلتا على عسر هذا الشيء وامتناعها عن الخير لكن مرة بكلمة نكد ومرة بكلمة نكد وهو المشهور عندنا في لغتنا الدارجة نكد فجاءت قراءة أبي جعفر متوافقة على المشهور في لهجاتنا النكد لا يخرج إلا نكدا قراءة ابن وردان وقراءة ابن جماز لا يخرج إلا نكدا يعني يوافق الجمهور في الأول ويخالفهم في الثاني وهنا لا يخرج أي لا يخرج هذا النبات إلا يعني بهذه الصورة لا يخرج يعني النبات إلا بهذه الصورة نكدا امتنعا من كل خير لا يخرج الأرض لا تخرج لا يخرج يعني النباته أو لا يخرج خراجه إلا نكدا إلا نكدا فهكذا تواردت هذه القراءات على هاتين الكلمتين لتشير أو لتؤكد المعاني الواردة فيهما تارة بيخرج وتارة لا يخرج وتارة نكدا وتارة نكدا وتارة نكدا ننتقل إلى آية أخرى وهي في ذات السورة من سورة الأعراف وهي الآية السادسة والتسعين قول الله تبارك وتعالى وَلَوْ أَنَّ أَهَلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ نقرأها على قراءة الجمهور ثم نقرأها على قراءة ابن عامر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والأرض لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لفتحنا عليهم الفتح يعني التمكين قالوا استعارة للتمكين كما مر في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به أيضا فتحنا عليهم أبواب كل شيء ذات الكلمة تكررت وتعدية فعل الفتح طبعا إلى البركات استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت يعني في الانتفاع بما تحتويه يعني هنا استعارتان مكنية وتبعية أما ابن عامر من القراء السبعة فإنه قرأ هكذا ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هكذا بالمبالغة لفتحنا عليهم بتشديد التاء وهو يفيد المبالغة وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يمكنهم أعظم تمكين فلو أن أهل القراء أهل البلاد ولو أن العباد في بلدانهم اتقوا الله عز وجل وقاموا بما يجب وبما أمرهم سبحانه وتعالى لمكنهم الله عز وجل تمكينا عظيما على قراءة فتحنا وهنا فتحنا يعني أعظم تمكين فهذا التشديد في قراءة فتحنا يدل على عظم التمكين وعلى عظم الفتح الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى للناس لو أنهم اتقوا الله عز وجل فالأرض فيها بركات وفيها خيرات وما يحصل من الفساد وقلة البركة وإنعدام الخير وانتشار الأوبئة والأمراض كما نشاهد اليوم يعني في تسنامي هذا وباء وباء كورونا الذي يعني أقلق العالم كله وأقضى مضجعه ما كان لمثل هذا الوباء أن يكون في الأرض لولا ما يصطر من بني آدم من فساد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فأي فساد نقع في الأرض مرده إلى عمل بني آدم ولذلك في آخر الزمان حين يأتي عيسى بن مريم عليه السلام ويحكم بالقرآن العظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تخرج بركاتها وأنه يعني أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس وأن جماعات من الناس يستضلون بقشر الرمانة ثبت ذلك في الصحاحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الأرض بركاتها لأنه زالت الشرور وذهب الشرك والكفر والصد عن السبيل فمتى ما حصل الإيمان في الأرض أخرجت الأرض بركاتها أحسن ما تكون وأفضل ما تكون وخير ما تكون فهذا تصديق لقوله تبارك وتعالى يصدق هذا قول الله عز وجل في هذه الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا على قراءة ابن عامر عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميل ننتقل إلى آية أخرى وهي الآية المئة وخمسة من سورة الأعراف من ذات السورة من ذات السورة الآية مية وخمسة من سورة الأعراف هذه الآية التي تأتي بعد يعني الآية التي ذكرناها مية وخمسة وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين في بداية قصة موسى مع فرعون نقرأها بقراءة الجمهور ثم نقرأها بقراءة نافع رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل أو على قراءة حفص فأرسل معي بني إسرائيل قرأ الجمهور حقيق على الألا على بألف بعد اللام وهي على الجارة حرف جر ففيه طبعا التعلق على أي جار مجرور له متعلق هنا تعلق على ومجرورها الظاهر بحقيق علي متعلق بحقيق وهنا طبعا يعني المعنى بمعنى الباء قال بعضهم هنا على بمعنى الباء فعيل بمعنى مفعول محقوق بألا أقول على الله إلا الحق محقوق أي مجعول قول الحق حقا علي وأيضا وقيل هنا يعني ضمنا حقيق بمعنى حريص فعدي بعلا يعني حقيق وحريص على هذا من التضمين من تضمين الفعل معنى فعل آخر فيأخذ حكم الفعل الآخر في التعدي بالحرف المناسب ويعني قيل أحسن من هذا أن يضمن حقيق معنى مكين فتكون حقيق ومكين على يعني استعارة للاستعلاء المجازي كما قال بعضهم إذن هذه قراءة من قرأ على حقيق على ألا أقول وهم الجمهور قراءة نافع رحمه الله تعالى بالياء هكذا حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق حقيق علي هكذا حقيق علي ألا أقول ياء المتكلم هنا دخل على حرف على ومعنى ذلك تعديته حقيق هو بحرف يعني 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 العلى بدل على كان أصبح علي مثل قول الله تعالى فحق فحق علينا قول ربنا حق علينا قول ربنا كما في سورة الصفات فلأن حقيقا بمعنى واجل تعديته بحرف على واضح حقيق على ألا أقول أما هنا حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق على هذه القراءة حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق فهنا فليس في ضمير المتكلم من قول علي على قراءة نافع التفات بخلاف ما لو جعل مثلا قوله حقيق صفة للرسول يعني فحينئذ يكون مكتضى الظاهر لتيان بضمير الغائف فيقول مثلا حقيق عليه فيكون العدول إلى التكلم التفات هنا طبعا فاعل حقيق هو المصدر المأخوذ من قوله ألا أقول أي حقيق علي عدم قولي على الله غير الحق الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن موسى عليه السلام أنه لما قابل فرعون وتكلم معه أخذ عهدا حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق في قراءة نافع وهنا حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فضرب عهدا أنه لن يتكلم بكلام إلا بالحق وهكذا رسل الله تبارك وتعالى لكن يعني عبر عن هذا تارة على بالجار وتارة بعلي الذي يفيد التكلم في إشارة على عظم العهد الذي عليه في أنه لا يتكلم إلا الحق هذا شأن الرسل كما قال الله وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن جبريل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فلا يمكن لرسول أن يتقول أو أن يقول على الله عز وجل ما لم يأمره به أو ما لم يخبره به فهذا محال وكذلك موسى عليه السلام يؤكد هذا يعني ورد إلينا تارة حقيق على ألا أقول وتارة حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق ننتقل إلى آية أخرى وهي الآية السابعة عشر بعد المئة الآية السابعة عشر بعد المئة وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون نقرأها بقراءة حفص أولا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون تلقف هكذا مبالغة في اللقف يعني الابتلاع والازدراد الابتلاع والازدراد ما طبعا موصولا والعائد محذوف أي ما يأفكونه تلقف ما يأفكون الإفك يعني الصرف عن الشيء وسمى الزور إفكا لأن ما جاءوا به من السحر كان إفكا كان باطلا تخيلا كذبا هكذا قرأ حفص ومن معه حفص عن عاصم بسكون الله حفص وحده طبعا من القراء قرأ هكذا تلقف أما الجمهور الجمهور القراء فقرأوا هكذا تلقف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون بقاف مشددة وأصله طبعا تتلقف أصله تتلقف فهذه المبالغة تلقف مبالغة وتكلف من اللقف يعني التكلف اللقف ما استطاعت أما قراءة حفص عن عاصم بسكون الله تخفيف تلقف ما يأفكون طبعا لو أضفنا أيضا قراءة طريقة البز في القراءة فإذا هي التلقف ما يأفكون فإذا هي التلقف فانظر كيف أن هذه القراءات الواردة على كلمة التلقف دلت مرة بالتخفيف على اللقف اللي هو الازدراد والبلع مرة بقوة فإذا هي التلقف فإذا هي التلقف ففي كل قراءة نجد معنى من المعاني أو زيادة في المعنى وتوارد الحركات المختلفة على الكلمة الواحدة في إشارة إلى التكلف الوارد في مسألة البلع أنه كان هناك لقف ومبالغة في هذا اللقف من جهة التشديد في اللفظ والله تعالى أعلم وبهذا نكون أيها الأحبة الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل في ختامها أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر شكرا